مساء الفل عايزك تصلى على النبي ونبدأ بسم الله بيبدأ في الميناء بعد انتهاء حرب فيتنام وبنشوف الرقيب كاميرون وهو بيد التحية العسكرية لقضب توقعه وكان فرحان لانه اخيرا هيرجع لبيته من تاني وفعلا بيسافر كاميرون وبيروح على طول لمراته لورين واللي بيكون شغالة في حانا اللي اول ما بتشوفه بتفرح وبتجري عليه تحضنه وبينزل كاميرون عند بطنها يسالم على بنته لانها كانت حامل واسناء لما كانوا بيرقصوا مع بعض بيجي زبون يرخم عليهم وبيقول له لورين فكك منه وتعلي عادي معي انا واصحابي فيقول له كاميرون ايه عم انت سكران ولا ايه دي مراتي ويلا يمشي من قدامي حالا فيستفزوا الراجل ويقول له انت واحد جبان وانا دلوقت عرفت ليه احنا خسرنا الحرب فبيخضب كاميرون ولسه هضربه لورين بتهديه وتاخده برا الحانة علشان يرجعوا البيت لكن بتفاجئ كاميرون بالشباب جايين وراهم وكانوا عايزين ياخدوا مراته بالعافية فامراته تقول له يلا نمشي وفكك منهم لكن ما بيسمعش كلامها وبيخش في القتال معاهم في الاول ضربوه واحدة في التانية لكن بيغضب وبيضرب فيهم واحد ورا التاني ولما حاول واحد منهم يضربه بالسكينة كاميرون بيتفادها ويضربه ضربه في رقابته موطيته في ثانية وباقي الرجالة اول ما بيشوف صاحبهم مات بيهربوا بسرعة من المكان بعدها بيشوف المحامي بتاعه وبيتكلم معاه وبيقول له ان هو لازم يعترف بالقتل علشان القاضي يخفف مدة سجنك من عشر سنين لأربع سنين بس لكن بيرفط يعترف ويقول له ان هو كان قتل خطأ فبيحكم عليه القاضي بالسجن لمدة سبع سنين فبيدخل كاميرون السجن وهو مش مصدق اللي حصل معاه ومن وقتها طول فترة حبسه كاميرون كان بيكتب جوابات لمراته وكان بيقضي معظم ايامه في السجن ما بين كتابة الجوابات او قرية القطب ودايما كان بيتمرن طول الوقت علشان يحافظ على قوته ويقتل بدنية وكانت مراته كل فترة بتبعط له جوابات فيها يصور كتير لبنته في كل مراحل عمره وهي بتكبر وبالرغم كان فيه محاولات كتير من اعمال الشغب بتحصل في السجن الا ان كاميرون كان بيفضل في الزنزانة بتاعته وما بيدخلش في اي حاجة خالص وده علشان يقضي مدة سجنه ويخرج لمراته وبنته بسرعة وفعلا بتعدي سبع سنين وبييجي اليوم اللي هيخرج فيه من السجن وكان مبسوط جدا لان عيد ميلاد بنته هيكون بعد خروجه من السجن بيوم واحد وبكده هيقدر احتفل معاها وبيقول كاميرون اللي زميله في زنزانة كيفين انه جاب لبنته ارنب هداية في عيد ميلادها فبيهنيه كيفين بخروجه من السجن وبيحضنه بعدها بيخرجوا هما الاتنين مع بعض علشان يركبوا الطيارة اللي هينقلوا فيها المساجين للسجن تاني شديد الحراسة وكل المساجين بيركبوا العربية اللي هتنقلهم للمطار وفي الطريق الحارسة بيشوب بتعرفوا منهما يركبوا الطيارة مع اخطر مساجين في العالم واللي محكوم عليهم بالاعدام هيقول لها كيفين تمام بس اهم حاجة اخد حقنة الانسولين بتاعتي قبل مركب الطيارة فتقول له ما تقلقش هتاخد حقنتك اول ما تركب الطيارة على طول وبتعرف كاميرون انه هتلقوا صراحه اول ما يوصلوا للسجن الرئيسي الموجود في المدينة بتاعته وعلشان كده انت مجبر تركب معانا الطيارة فيقول لها تمام المهم قالحق ايد ميلاد بنتي في نفس الوقت مدير السجن بياخد المرشال جو وبيعرفوا على رجل المخابرات دينكان اللي بيكون لسه جايب عربية احدث موديل وبيتمنظر بها قدامهم وبنعرف ان جو ودينكان هم المسؤولين عن وصول المساجين للسجن بامان ومن غير اي مشاكل وعلشان كده دينكان بيزرع شرط جاسوس لحسابه بين المساجين في الطيارة وكي انه واحد من المساجين وده علشان لو حصل اي اعمال جغب او مشكلة جواها يقدر يتصرف بسرعة ويسيطر على الوضع وبيسأل دينكان الشرط الجاسوس معك سلاح فيقول له ايوة فجو يقول لهم ثانية واحدة سلاح ايه ممنوع يركب الطيارة بسلاح وبياخدوا منه وبيعرفوا ان السلاح الوحيد اللي هيبقى موجود في الطيارة هيكون في كبينة الطيار ده غير ترسانة اسلحة هتكون في مخزن الطيارة ممكن يستخدمها الحراس لو حصل اي محاولة هروب وقتها بيشوف على الشاشة المساجين وهما بينزلوا من العربية علشان يركبوا الطيارة وبيقول لهم جو طهمت كل واحد فيهم واللي بيكون اولهم واحد اسمه ويليام وده قاتل محترف قاتل اكتر من خمس اشخاص والتاني نيسان وده جنرال سابق في الجيش ولكنه تحول لارهابي وقتل ناس كتير اما التالت بقى زايرس وده اخطرهم لانه قاتل اكتر من 11 شخص بدم بارد ولما دينكان بيشوف كاميرون بيسأل جو عليه فيعرف انه سجين حر هيطلقوا صراحه اول ما يوصلوا للسجن الرئيسي وقتها رئيس الحراس في الطيارة بياخد صورة بنت كاميرون غزبا عنه فيقوله كاميرون تمام بس عايزك تعرف انها اخدها منك اول ما نوصل بعدها كلهم بيركبوا الطيارة وهم مكلبشنهم بس زايرس ونيسان وويليام بيحطوا كل واحد فيهم في زنزانة الواحد وجوه الطيارة في نفس الوقت دينكان كان بيمثل انه بيفتش الشرط اللي زرعوا معاهم وبيحط له مساتس في الشرط بتاعه من غير محد ياخد باله وزايرس بيسأل واحد معهم في الطيارة عن تهمته فيقوله انه هو اسمه جوني 23 وده لانه اختصب 23 واحدة فيعرفه زايرس انه ما بيكرهش غير المختصبين وساعتها بتبدأ الطيارة تقلع من المطار وفجأة زايرس ونيسان بيطلعوا ابرة من تحت جلد ايديهم وبيفكوا بيها كلبشات من غير محد يحس بيهم وكاميرون بيراحز المسجون كوبر وبيطلع من بوقه يزازة فيها بنزين وعود كبريد وبص كوبر للمسجون اللي قاعد جنبه وقال له لو بقيت كويس بعد اللي انا هعمله فيك ياريت ما تبقاش متدايق مني وهوب بيرشه بالبنزين وبيولع فيه بالعود الكبريد فبتحصل فوضى في المكان والحريسة بيشوب بتبعت كوبر عنه قبل ما يتصاب هو كمان فبينتهز كوبر انها بتكلم غرفة القيادة وبيسرق منها المفاتيح وبيفتح بها ابوبة الزنزين بتاعت سيرس ونسان فبتضربه بيشوب وبيتكسر سندوق الادوية اللي فيه الانسولين بتاع كيفين ونسان بيهجم على حارس وبيقتله بالكلبشات وبيحصل قتال بين الحراس والمساجين وبيموت اخلبهم ولما مساعد الطيار بيسمع صوت الشغب بره بياخد المسادس الموجود في الكابينة وبيخرج يشوف اللي بيحصل لكن بتفاجئ بسيرس بيهجم عليه وبياخده منه بعد ما قتل بيه اتنين من المساجين بالغلط وبيقتله وعلى طول سيرس بيدخل يهدد الطيار وبيقول له يبلغ القيادة انه كان فيه شوية شغب لكن خلاص كل حاجة تحلت بعدها بيخرج سيرس وضرب طلقة في الجو علشان يخوف باقي الحراس وقال لهم انا دلوقتي قائد الطيارة ولو حد فكر يعترض على الكلام ده هقتله حالا وكاميرون ما كانش مسدق اللي بيحصل وباقي المساجين بيكلبشو الحراس وبيربطو الحارسة بيشوب في الطيارة وبيروح زيرس يخرج وليام من سجنه اما كوبر بيفك كلبشات باقي المساجين على الطيارة ومنهم كاميرون وكيفين وبيشوف كاميرون المسجون جوني بيحاول يعتدعي الحارسة بيشوب فبيهجم عليه ويبادو عنها ولم حاول يهجم عليه بيدي الواحدة ينايمه في الارض وبيقول له ان ده ولا وقته ولا مكانه فبييجي زيرس وبيوفق على كلامه وهدت جوني انه هيرمين من الطيارة لو حاول يتحرش بها تاني وبيفك الكلبشات بتاعتها وبيروح يسأل الحارس عن عدد المساجين اللي هيخدوهم من مطار كارسون فيعرفوني فيه سد مساجين هنا هيبدلوهم مع سد مساجين من هناك فبيأمر زيرس كوبر يشوف له ستة الموجودين هنا ويجهزهم وبيأمر الطيارة انه هينزل في كارسون عادي علشان الشرطة متشكش فيهم فيقول له وليام انت تجننت الشرطة هتكون مالية لمكان هناك فيقول له ان عند خطة في نفس الوقت كوبر بيفك الكلبشات من ايد الجسوس اللي تابع الشرطة وفجأة اتحرج واخد المسدس وصاوبه على كوبر وعرفهم انه شرطة متخفي ولازم يسمعوا كلامه فبسرعة زيرس بيمسك بيشوب وبيهددوا بيها وحاول كاميرون يكنع الشرطة انه يهدى لانه هيتسبب في قتل نفسه ولكن الشرطة يصمم ينفزه كلامه وفجأة بيجم عليه مسجون من وره فبيقتله وهب زيرس بيستغل الفرصة ويتيلي الشرطة وبيروح زيرس يشكر كاميرون علشان قدر يضيع وقت مع الشرطة وقتها بييجي كوبر يقول لزيرس في مشكلة كبير وان الست مساجين اللي هينقلوهم اتقتل منهم تلاتة بالغلط وقت الفوضى اللي حصلت فبيطلب زيرس من السجناء تلاتة منهم يتطوعوا بدل اللي اتقتلوا هيقول كيفين لكاميرون ما يعل بينا نتطوع ولكن كاميرون بيرفض ويقول لنا ما نفعش هسيب بيشوب لوحدها معاهم فيعرفوا كيفين ان حقنة الانسولين بتاعته اتكسرت ولو ما اخدش الحقنة فقرب وقت هيموت فبيقتنع كاميرون بكلامه ويطوع هم الاثنين لكن سيرس بيرجع كيفين ويقول له احنا محتاجين تلاتة بيت بس وانت اسود فيعرفوا كاميرون انه لما ينزل هيصرخ باعلى صوته علشان الشرطة تاخد بالها ويقبضوا عن المجرمين ساعتها وليام بيقول لزيرس انهما محتاجين كمان واحد فبيروح زيرس ياخد الطيار ويقول له انت اللي ناقص وقتها حراس السجن اللي اترحالوا منه زيرس ونسان بيفتشوا زنزانهم كاجراء روتيني وبيلاقوا في زنزانة زيرس مخبأ السر في الحيطة فبيطلبوا من ميرشال جو يجي بسرعة للسجن وكاميرون في الطيارة بيتفاجئ انهما بيربطوا الستة اللي هينزلوا وكمان بيحط على بققهم لزق علشان محدش فيهم يتكلم فيقولهم كاميرون انا مش هنزل لان اللسه هتحبس 15 سنة ومش هستحمل ارجع للسجن تاني فيقرر زيرس يلبس رئيس الشرطة لبس مسجون وينزله من الطيارة مكانه وكاميرون بيروح ياخد صورة بنته من رئيس الحرس وبيروح يقلع لبس الشرطة الجاسوس علشان يدهوله لكن بيتفاجئ بتسجيل لبسه وبيتجيله فكرة في نفس الوقت جو بيكون في زنزانة سيرس وبيلاقي خرائط كتير للطيارة اللي هيترحلوا فيها وبيفهم انهم بيخططوا للهروب والطيارة بتوصل لمطار كارسون وبتكون في عصفة رملية فبينزل زيرس المساجين من الطيارة وهو متنكر في لبس حارس لكن كاميرون بيحط التسجيل في سدر رئيس الحرس قبل ما ينزل على امل الشرطة تاخد بالها وبتحصل عملية التبادل ما بينهم والمساجين اللي بيطلعوا الطيارة بيفرحوا لما بيشوفوا ان زيرس ورجالتم مسيطرين على الطيارة وبيكون ما بينهم مسجون طيار وبياخد مكان الطيار وبيشيل جهاز التعاقب الموجود فيها وبيدي الكوبر اللي بياخده وبينزل من الطيارة ويروح يحطه في طيارة تانية صغيرة وزيرس بيسقل الشرطة لو لسه في حد تاني فقال له اه اخر واحد هيوصل حالا وبتفاجئ زيرس واللي معاه بالحراسة المشددة على المسجون الاخير واكتشف انه المسجون كلارة اخطر صفح في العالم وده لانه قتل اكتر من 33 شخص ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة وكاميرون اول ما بيشوفه بيتدايق لان المشكلة بتكبر اما جوه في السجن بيطلب من الحراس ما تلمس اي حاجة لحد ما يرجع لكن واحد منهم بيفتح صندوق وبيلاقي فيه كومبيلا وهوب بتنفجر فيهم ويموتوا وقتها عربية المساجين تتحرك وحاول رئيس الحرس يتكلم فبيضربوا الحارس في صدره وبيقعد تسجيل منه فعلى طول بيبلغ شرطة المطار ولما زايرس بيشوف شرطة بيقرب منهم وقبل ما يصوب مسدسه عليه زايرس بيقتله في ثانية لثانية ودخل الطيارة قبل ما توصل عربيات الشرطة واول ما كوبر سمع الطيارة بتتحرك جيري بسرعة علشان يركبها لكن ما بيقفوش لي وبيقلعوا بالطيارة وشوية بنشوف واحد وعيلته راحين يركبوا الطيارة الصغيرة علشان يتفسحوا بيها واللي بيكون فيها جهاز التعقب ساعتها دينكان بيعرف ان الشرطة اللي هو زرعه في الطيارة تقتل وان المساجين سيطروا على الطيارة وبيكون جوم اضايق لان دينكان سلم المسادس للشرطة اللي زرعه في الطيارة وحاولوا يتطبعوا الطيارة من جهاز التعقب اللي فيها ما كانوش عارفين ان هما بيتعقبوا الطيارة الغلط وبيتسل جوب اللي هسلك على الطيارة فبيرد زايرس وهو بيترق عليهم وبيعرفوا من هما بشيقدروا يعرفوا مكانهم أبدا وبييفل معاهم والطيار المسجون بيبلغ زيرس ان الطيارة تقيلة وشكل عجلات الهبوط بتاعت الطيارة فيها عطي فبيخرج نسان من الكابينة وبيطلب من كاميرون ينزل معاه لمغزن الطيارة علشان يحلوا المشكلة فبيوافق كاميرون وينزل معاه وبتفاجئ بكبر وهو ميت في المغزن وسادت فتحة الهبوط فبيطلب نسان يرمي كبر من الطيارة وساعتها بتيجي فكرة لكاميرون وبيكتب ملحوظة للشرطي جو علشان يقوله على المكان اللي هم راحين ليه بعدها يرمي كبر من الطيارة وبينزل في وسط المدينة على عربية واحد ماشي وقتها تنكان اخذ طيارات حربية وراح يتعقب الطيارة وشوية جو بيوصل له اتصال من شرطي وبيبلغوا ان فيه جثة وقعت من السماء وان اسمه موجود على الجثة وبيبلغوا بالرسالة اللي كتبها كاميرون ليه فبيعرف جو المكان اللي هتروح عليه الطيارة وبيبلغ تنكان بالمعلومات دي لكن تنكان بيقول له مفيش كلام ده انا بتعقب الطيارة دلوقتي وقربت وصل لها فبيخرج جوه وبياخد عربية تنكان لانها هتوصل للمكان بسرعة وفي الطريق بيتكلم مع القوات الخاصة وبيطلب منهم الدعم علشان يروحوا للمكان اللي هتنزل فيه الطيارة ويقبض على كل المساجين في الوقتي ده ويليام بيفتح صندوق كاميرون في الطيارة وبيكتشف من ورية الافراج النه حر وفجأ بيسمع صوت كاميرون وهو بيقول له مش هتنفع تخرج من هنا حي فبيهجم عليه ويليام وبيخشه في قتال مع بعض فبيشوف كاميرون مصورة طالع من الارض وبيرميع عليها ويقتله وقتهد ان كان بيكتشف انهم بتعقبوا طيارة غلط وبيعرف ان جوه كلامه صح وبيروح لي بسرعة على المكان اللي هو الدهولهم وفي الطيارة كاميرون بيرجع مكانه تاني وبيلاقي كلارك بيقول له انا عارف كويس انك قتلت ويليام فيقول له كاميرون انا مكنتش بقصد قال له عادي مش كل جراهم القتل بيكون للمتعة زي بقى المجرمين فبيتعصب عليه كاميرون ويقول له اقوعة تفتكر ان مجرم زيك لا فيه فرق كبير ما بيننا في نفس الوقت بيوصل جوه للمطار المهجور اللي هينزله فيه فبيطلع برج المرائب علشان يشوف المرائب وبيلاقي مقتول وفجأة بيلاقي طيارة قدامه وكانت بتستعد لهلوبوت فبينزل بسرعة علشان يلحقهم وفجأة بتقابلهم طيارة صغيرة فيتفادها الطيارة المسجون في اخر لحظة وحاول يهبط بالطيارة لكن الرمال بتكون في كل حيطة حواليهم وغرزت منه الطيارة فبيروح صاحب الطيارة الصغيرة يتخاني معهم ولكن اول ما بيلاقيهم مساجين بيهرب بسرعة من المكان وجوه كان بيرقبهم من بعيد وهم بينزله واستمع زي رس بيقول للمسجون اللي جنبه اموال فين الطيارة اللي هنهرب بيها قال له يا كبير هي على وصول دلوقتي ما تقلقش فبي امر زي رس كل المساجين ان هما يحفروا حوالينا الطيارة علشان يخرجوهم الرملة وقتها كاميرون بيلاقي صاحبه بيتعب انه ما خدش حقنة الانسولين فبيقوله انه هو هينزل يدور على اي انسولين في المكان وهيرجع تاني ليه بسرعة ولما بينزل بيلاقي نسان هيئة الحراس فيمنعوا ويقوله انهما رهاين وممكن استخدمهم كوارقة ربحة لو الشرطة حاول التقبض علينا فبييجي زيرس ويقول للنسان كلامه صح لازم ما نقتلهمش اكيد هنحتاجهم بعدين اما كلارا بيسيبهم وبيروح يستكشف في المكان وبيشوف بنت صغيرة بتلعب لوحدها فبيقرب منها وكاميرون بيكترح على زيرس انه هيروح يدور على بنزين في المكان لانه اكيد هيحتاجوه فبيوافق فبيروح يدخل خيمة علشان يدور على الانسولين وفجأة واحد بيدربه على ظهره في نفس الوقت جون 23 بيشوف الشرطة على الطريق جاية ليهم فبيحذر زيرس وبيعرف كل المساجين اما كلارا بيكون في دنيا تانية وكان قاعد يلعب مع البنت الصغيرة وبيفوق كاميرون وبيلاقي مجموعة من المجرمين مرافعينه بالاسلحة فبيعرفهم كاميرون ان لو اي حد فيهم ضرب عليه النار بقى المساجين هتسمحهم وهيقتلهم كلهم فجأة بيظهر جو وبيرفع عليهم المسدس فبيستغلي كاميرون الفرصة وبيقدر يضربهم ويتغلب عليهم كلهم وبياخد المسدس بسرعة من واحد وبيصوب على جو وبيسأله انت مين وبتعمل ايه هنا فيقوله انا الزابت جو اللي كلمت زيرس في لاسلكي وان الرسالة اللي كتبها على كوبر عرفته مكانهم وبيعرفوا ان قواطة الدخل السريع هتوصل خلال لحظات للمكان وبيسأله انت ليه فضلت في الطيارة بالرغم انك راجل حر فيقوله كاميرون لان الصديق الوحيد معي على الطيارة وهو مريض دلوقتي وهيموت لو ما ساعدتهوش وبيسيبه ويمشي ويروح يدور على الانسولين علشان ينقذ جيفن وقتها المساجين بقدروا يخرجوا الطيارة من الرملة وساعتها سنتياجو يسيبهم ويطلع يجري ويدخل الخيمة اللي فيها الطيارة اللي كانوا هيربوا بيها وبيكرر يهرب لوحده من غيرهم وزيرس بيشوفه وقتها وكان متضايق منه جدا ويجو لما بيلاقيها يهرب بيركب الوينش وبيحاول يمنعه وينزل عليه حديدة الوينش وبيقسم الطيارة النصين وهو بيدخل في البنزينة وبتتدمر وساعتها بيروح زيرس وكل المساجين للطيارة وبيلاقوها متضمارة على آخر وحاول سنتياجو يترجى يسيبه لكن زيرس بيعقبه وبيولع في النار وحصل انفجار رهيب وقدر كاميرون يهرب من الانفجار وينزل تحت العربية استخبى وبيلاقي راجل عجوز تحتها بيترجاه من يقتلهوش فبيطمنه ويسأله على علبة الإسعافات الأولية فشور له على عربية مطافي وبيقول له هناك هتلاقي علبة الإسعافات الأولية وقتها زيرس بيلاقي قوات الشرطة بتقرب منهم بيجري على مغزن الطيارة اللي موجود فيه ترسانة الأسلحة وهناك بيشوف جسد ويليام فعلى طول بيسلم لكل المساجين سلاح علشان يخلصوا على قوات التداخل السرية وبيشرح لهم الخطة علشان يقدروا يقدوا عليهم ولما بيخلص كل واحد بياخد مكانه وبيحط نبيب الغاز على الطريق اللي هتيجي منه قوات الشرطة في نفس الوقت كاميرون بيلاقي صندوق الإسعافات الأولية وبياخد منه الأنسولين وجو كان مستخبي بيرائبهم وبيعرف إن المساجين عاملين كمين للقوات الشرطة فبيحاول اتسل بهم ويحذرهم لكن زيرس بيبدأ الهجوم عليهم وبيفجر أنابيب الغاز كلها وبتهجي من المساجين على قوات الشرطة وبتحصل معركة شرسة ما بينهم وبيجري كاميرون وسط ضرب النار علشان ينقذ كيفين ولكن قبل ما يطلع له بيربط حبل الطيارة في عمود خرصانة علشان ميقدرواش يهربوا أما الزابط جو لما بيلاقي خسائر كتيف في الشرطة بيطلع يركب عربية علشان يحمي جنود بيها من ضرب النار وبيطلع كاميرون الطيارة وبتفاجئ بالمسجون جوني 23 بيحاول يختصب الحريسة بيشوب فبيضربوا ويمسك راسو إخبطها كذا مرة في الحديد لحد ما يغم عليه بعدها بيتكلبشوا من إيديه علشان ما يهربش وبيدل حقنا لكيفين وبينقذوا بيها بنفس الوقت زيرس أول ما بيشوف الطيارات بتقرب منهم بيقوموا للمساجين يركبوا الطيارة علشان يهربوا بسرعة وكلارا بيرجع يركب الطيارة وهو مع عروسة البند ولما جه الطيار المسجون يقلع بالطيارة زيرس بيكتشف إنها مربوطة في العمود فبيضرب النار على الحبل يقطعوا والشانكة اللي بيمسك في عربية دينكان والطيارة دخدها معاه والطير أو بيوصل دينكان للمكان وبيستغرب إيه اللي جاب عربيته هنا وبتاعه قدامه من الطيارة دتدمر لمية حتة وفي الطيارة زيرس بيقف قدام المساجين وبيقولهم إن فيه خين ما بينهم وهو اللي قال للشرطة عن مكانهم في المطار وكمان قتل ويليام في مخزن الأسلحة وربط الطيارة في العمود علشان منهربش بيها وبيطلع الحارسة بيشوف من الحبس علشان يخلي الجاسوس يعترف لما هيقتلها ولما كيفين بيلاقي زيرس بيشك في كاميرون بيكرر يضحب نفسه ويقول له أنا اللي عملت كده فبيحاول كاميرون يقنع زيرس إنه بيجدب لكنه بيضرب النار عليه في بطنه وفجأة زيرس بيشوف طيارات الشرطة وبيضرب عليها النار بالأسلحة علشان يفجروها وبيضر ما بينهم معركة في الجو في الوقت دا كيفين بيهم عليه وهو بين إيدين كاميرون فبيغضب وإنك ما تشوف إلا النور بينزل ضرب في كل المساجين بكل شرصة وعنف وبيقفل كل أبواب الطيارة في طريقه لحد ما يوصل للطيار وبيطلب منه ينزل بالطيارة ولما الطيار بيسأله عن زيرس قال له أنا قائد الجديد دلوقتي ووقتها الشرطة كان بتساعد تفجر الطيارة بالسواريخ فبيتواصل كاميرون بجو ويعرفوا إنه سيطر على الطيارة كلها فعلى طول الزابط جو بيمنع قوات بتاعته تطلق السواريخ على الطيارة ووقتها الطيار بيعرف كاميرون إنه ما فيش بنزين في الطيارة وإنهم هيتطروا ينزلوا جوه المدينة فكل السجانات بيرجعوا يعودوا مكانهم وكانهم مرعوبين وحاول الطيار يسيطر على الطيارة لكن خبط في عربيات كتير كانت ماشي على الطريق وبعد ما كسر نص المدينة بيقدروا يوقفوا الطيارة بالعافية قبل ما تخبط في فندوق قدامهم فجأة زيرس بيفوقوا وهجم على كاميرون كان لسه هيئتله هو بتكسر مروحة الطيارة وبتبعدهم عن بعض وبتوصل الشرطة للمكان وبتعتاقل كل المساجين وبينقله كيفين لعربية الإسعاف وبتروح به لمستشفى وبيطلع جول الطيارة وبيلاقي المسجون جوني 23 مربوط وقت مقطوعة وقتها زيرس ونيسان والطيار بيتسللوا من تحت الطيارة وبيخضوا عربية مطافي ويهربوا ولما بيشوفهم كاميرون وجوه بيركبوا المساكلات ويتردوهم بتحصل مداردة ما بينهم شارسة وبيضرب نيسان عليهم النار فيطلع جوه مسدسه وبيقتله أما زيرس بيمسك خرطوم المطافي ويوقع شرطة بيجر وراهم فينتهز كاميرون الفرصة وبينط على سلم المطافي علشان يطلع عليه فيحاول زيرس يوقعه من عليه ويضربه بحديدة لكن كاميرون بيخدها منه وبيحطها في رجليه وبيطلع يروق عليه لكن المعلم زيرس كان قوي وبيخش هما الاتنين دب بطحن في بعض والتاجه وبيطلع هو جمال العربية وبيمر المسجون يوقف العربية حالا لكنه بيرفض فيمسك خرطوم الماء ويغرقوا به فبيفقد السيطرة على العربية في نفس الوقت كاميرون بيكلبش زيرس في السلم وبيشغل دراع الرافع فبيطل زيرس وبيدخل في الإزاز وبيقع على سلوك الكهربا وبينطي كاميرون وجوه قبل ما تخبط عربية المطافي في عربية البنك وتنفجر وبيقع على زيرس تحت المكبس حديد وهو بينزل على دماغه ويفرتكه وكاميرون بيقوم يسلم على جوه ويقول له مش عايزه يشوفك تاني أبدا ولما بيشوف مراته وبنته بيروح لهم وما كانش مسدق انه هو أخيرا شافهم وبيدي الأرنب الهداية لبنته اللي بتاخدوا منه وبتحضنه وكلهم يجتمعوا مع بعض تاني ويبوا أسرة سعيدة وبكده بيخلص الفيلم ولو عجبك الملخص ياريت تدعمني باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لك كل بهريز الأفلام سلام يا صديق